ايها المتتبعات ايها المتتبعون السلام عليكم مرحبا من جديد في موضوع جديد وكما عودتكم انني احاول ان اجد بعض المواضيع التي تدخلنا في نقاش عميق في نقاش عميق جدا وفي هذا المرة جبت لكم واحد الكتاب لان البارح من اللي لقيت ذاك الفيديو ديال جيرو جيراغ فوغي اللي كيهضر على المصائب اللي كانت وقعت في المغرب يعني بديت كان بحث على هذا الشخص هذا اللي هو كيقوله مجريم وبقى مختيرات وكذا ودوز الحبس وهذا بشي كان بحث على لي فحلا لقيته يعني انسان يعني حياته مليئة بالمغامرات يعني واحد انسان اللي مخصوش غير كتاب يعني وخصو يعني يكتب كثيرة يعني ودكش اللي جاء مثلا في اللي جاء على احداث المغرب وعلى البيضوفيل في مغرب ارى ما كان هو في الكتاب ما كانش كيهضر على المغرب ولكن غير احداث جيت هكدا وبان في هالمغرب لان الكتاب كيهضر على حياته دونك هذيك القادية ديال المغرب والبيضوفيلي وهذاك تخربيق هذيك غير يعني غير جد في الكتاب يعني تهي فترات في حياته اوكي يعني ما كانش هو المقصود انه يكتب الكتاب انه يهضر على المغرب ولكن هذيك من اللي جاء المغرب غير هي احداث وقعات في المغرب وهو كان حاضر لها وكان شاهد عليها دونك شعال شو ما قاله في المغرب بعض الناس يقولك اودي هذيك هم يعني اعداء الوطان واعداء وطيبغو يجيبو الشهراء وكيبغو يديرو كيبغو يديرو نو هو ما كتبش الكتاب باش غير يهضر على المغرب لان هذا هذا جرار فوري من اللي يكتب الكتاب ما كتبش الكتاب على هدف انه يتكلم على المغرب ولكن في احداث خطيرة حتى على مثلا الاحزاب الفرنسية الاحزاب الحاكمة اللي في فرنسا تهضر مثلا على اشياء خطيرة مثلا في السياسة الفرنسية يعني من لجل يعني ديك الفقرة دي للمغرب كانت غير فقرة عابرة يعني قال فيها بعض الحقائق اللي كينا في المغرب ومن بعد من بعد واحد البحث اللي مطول لقيته انه كتب كتاب اخر وتوحد ما سيقلي الخبار يعني يعني غير الصدفة كتاب 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 وكاتبوا على المغرب يعني كاتبوا على المغرب الكتاب اسميته Fatal Confiance La Verité sur la mort de Mohamed V يعني هذي واحد واحد الحقيقة اللي المغربة ممكن يصدقوها يعني دائما هذي القادية من صغري فش كنت مثلا طفل صغير كنت سمعت هذي القادية دي لان الحسن الثاني رأى قسر محمد الخامس يعني من اللي كانت ضايرة هذي شاش كانت ضايرة عند المغربة يعني يجيش وحد اذا بيقول يلا عشرا كتاب كتاب يعني غير رأى قد ضحك على رأسك ولا رأى قلبه خابرات ولا بغي تغطي على الحقيقة ولكن انا منذ طفولتي يعني كنت اسمع هذي القادية ان الحسن الثاني قتل محمد الخامس يعني اسمعتها يعني هذي القادية بقيت متراسية لي بقيت متراسية لي يعني في الداكرة ومنذ طفولتي ما عرفتش مهم سمعت هدس لي وبقيت متراسية لي في الداكرة ديالي يعني منذ سنوات حتى بيت كان كبير بليل كان عارف وقريت 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 وسولت وكده يعني قتل محمد الخامس هنا بغيت الرد على الناس ما يتعلم في التعليقات يقولك ودي انت انت اشنو تقصد من هاد الشي يعني اشنو من بعد علش كتقولين هاد الهضراء واشنو الهدف ديالك انك تجيب هاد الاخبار انا مكن نجيبش اخبار هدي حقائق تاريخية خاصة المغاربة يعرفوها يعني يكونوا مغاربة يكونوا ماشي مغاربة ولكن هاد الاخبار خاصة المغاربة يعرفوه هاد الاخبار في التاريخ يعني هاد الاخبار تقرأ من بعد ثم الى مثلا ان كانوا تكبروها ويتكرر بعد اسقاط النظام أو بعد مرور الوقت مثلا ال 50 عام السلام هاد الاخبار يقرأ ثم هاد الاخبارت تقرأ بالتاريخ كيفما ما كانوا في التاريخ بعض المولوك الذين قتله و كانوا يجعلوا نفس التاريخ المغاربة سوف يتقرأ بهذه الطريقة لا يتقرأ بالتخبية سوف يتقرأ بالتاريخ سوف يدرس للناس أن الحسن الثاني قتل أباه كان مالك في المغرب اسمه الحسن الثاني قام بقتل أبيه للإستلاء على الحكم هذا القضي يتقرأ من بعد لماذا سوف يقول أنت تريد تشوث سوف يتقرأ بالمغرب والسيد كاتب كتاب سيد مغريبي فرنسي كاتب كتاب عن المغرب وكاتب فيه أن الحسن الثاني قتل محمد الخامس لماذا ترجعوا لي لما أنا تقول لي أنت تشوه المغرب ولا تشوه بالصورة المغرب هذا رأيه واقع هذا الشيء لأطفال والشباب والطلاب يعرفوا هذا الحقيق يعرفوا الواقع المغرب والعائلة الملكية لا يتقرأ يعني لا يتقرأ يتقرأ الخائن 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 يتقرأ على الجرائم النظام المغرب على الجرائم العائلة العلوية والعائلة العلوية التي تقتل يتقرأ يعني ما كان يتقرأ يعني نظام المغرب لكن النظام المغربي يعني عدو للوطن وعدو للشعب المغربي تريد أن تغطيه على الفضائح لا يتقرأ ولكن غالبا يغطيه على الفضائح النظام المغربي وعلى الجرائم نظن أنهم 100% من خبرات أو من الناس يستفدوا من الوجود النظام الحاكم في المغرب رجعوا إلى الكتاب الكتاب اللي لقيته غير بالصدفة كنت نقلب كنت نقرأ الحياة جيرال فوري بغيت نعرفه بغيت نسميته كنت ندخل صفحة امازون كنت ندخل صفحة امازون كتاب كيتباع يعني ما سمعته ما سمعته أن هذا الكتاب مكتب في فرنسا يعني هذا الكتاب لم يكتب في فرنسا lesson وكتب في فرنسا لغيقية مفت gens لكتبعات المغربة لانه المغرب masih يعتبرون يعتبرون أن المغرب يعتبرون هذا القادية يعني صحيحة جدا لأن الاستثمارات الفرنسية كنلقوها مثلا في المغرب كنلقو أن فرنسا كتحمل نظام مغربي كنلقو فرنسا أنك تدافع للسياسات المغربية كنلقو أن فرنسا تقدم مساعدات استخباراتية ومساعدات مادية ومساعدات لوجيستيكية للنظام مغربي يعني يعني ما يحتاج مثلا غد نودون وقولوا هاد السيد لا رام كدابة ولا تيدروا إلا كان كداب إلا كان هاتشي كذوب إلا كان الكتاب كذوب إلا كانت الحقائق كذوب يعني النظام المغربي من حقه يرفع دعوة عنده المحامين دياله عنده عنده اسمته يعني عنده قاداء في المغربي يعني القاداء المغربي يرفع دعوة على هاد السيد هذا اللي يكتب هاد الكتاب ويقول فيها هاد الحقيقة اللي خاطرة جدا وهو يتهم يتهم الحسن الثاني بقتل أبيه ما يدعى أنه أبيه لأنه بزاف تنسي يقولون ما شباه يعني ربما فعلا اللي قتلوا عليه على هاد القادية هدي لم تعرفوا شو المغربة واحد القادية اللي كي أكد أن الحسن الثاني ولد القلاوي من اللي الحسن الثاني شد الحكم كتعرفوا أن أن محمد الخاميس قام بقتل القلاوي وكي قتل القلاوي ولكن الحسن الثاني من اللي شد الحكم صيفت ولد القلاوي كسافير للمغرب في فرنسا يعني هاد القادية ستعرفوها من اللي الحسن الثاني شد الحكم صيفت ولد القلاوي عين ولد القلاوي كسافير مغربي في فرنسا السافير المغربي في فرنسا أكبر صفارة مغربية في العالم وهي الصفارة الفرنسية الحسن الثاني سيفت لها ود القلاوي ماذا يعني هذا أيها المغاربة ماذا يعني أن محمد الخاميس قحمى popping قتل القلاوي ولكن الحسن الثاني من اللي جا شد الحكم السيفت ول القلاوي السافير لفرنسا ماذا يعني هذا إذا كانت عندكم الجبهة وعندكم الجبو كيف تdanكتber عطيوني تفسير فولا vá basis هذا الكتاب الذي سوف نضره على الهدابة وهو تيفضح جريمة التي قام بها الحسن الثاني لأنك نعرف أن الناس يقولون أن هذا محمد الخامس لم يكن شيء كبير يعني عنده بعد خمسين عام أو خمسين عام أو خمسين عام ما يعني فريق الخادية بهذا مش هدر عملية بسيطة على نيفو تصدق مية يعني هنا بالزافة الناس يشكوا في هذا الخالي محمد الخامس لم يكن مريض يعني كان يتمتع بصحات جيدة والناس كلهم يتحرك يلعب يدير رياضة كيدر كيدر السيد مش هدر عملية بسيطة أعلاني يفوله مع اسميته صدق أو كيف ماتل سكتة قلبية يعني هنا واحد القادية أخر أخصكم تعرفوها كنت شوفوا تواطئ الطبقة البرجوازية وطبقة رجال السلطة في المغرب مع النظام المغربي لأننا كان عارفوا أن هذا القادية الوزراء السابقين الوزراء اللي فعاد الحسن الثاني الجنرالات المسؤولي الأمنيين يعني كلهم كانوا يعرفوا هذا القادية أن الحسن الثاني قام بقتل محمد الخامس للاستيلاء على الحكم أنا في الحقيقة عارف علشه ولكنه الموضوع طويل علشه إلى النع لأن القادية دخل في أمريكان كانت دخل في حتى لباص أمريكان لأن محمد الخامس كان يطالب أمريكان تخرج من المغرب كانت يطالب أن الجيش الأمريكي محمد الخامس كانت طالب أمريكا لتأخذ العسكرها من المغرب حسن الثاني ولكن كانت الاتفاقات سرية أعطاه يعني الولايات المتحدة قدمت للحسن الثاني خمسين مليون دولار يعني بلخبار به وهذا كشي على ما قام بقتله للتخلص منه وللاستيلاء على الحكم لدي الكثير من المعطيات في القضية هذه ولكن لا أريد أن نظر على القضية التي هي القتل محمد الخامس الكتاب سميتو ليس جيرار فوري الكتاب سميتو et Laurent Steele الكتاب سميتو فاطال confiance ريوم دي ماروك la vérité sur la mort de محمد محمد 5 هنا هادي Amazon امازون امازون اش كتقول لك هادي ستوفر ستوفر الى بيوغرافي دو جيرار فوري لفئ كي يسان رولاتي سان يعني هادي الاحداث هي احداث حقيقية ماشي احداث خيالية ولا تمثيل ولا في المنستريتو هادي هادي احاديث يعني الكتاب تهضر على حقائق ووقعات فعلا غادي نعطيكم غير واحد يعني الملخص دي الكتاب شنو تيقول في الحقيقة انا ما زال ما اشتريش الكتاب وما زال ما حصلش علي ولكن غادي نشتريه رغم ان يعني بغيت نشتريه بغيت نعرفه شنو نطره انا هاد شي عارفه ولكن بغيت نعود نزيد نفهم هاد القادية هادي الكتاب شنو تيقول لك هادي نعطيك غير واحد يعني واحد الموجه القصير هذا الملخص كله دي الكتاب اللي في عدة صفحات وصفحات يعني اللي فيها بعمية وثمانية وثلاثين صفحات الكتاب فيها بعمية وثمانية وثلاثين صفحات يعني هو كتاب يعني اللي خصول وقت خصول تقرأ يعني خصول تقرأ ولكن الملخصن تيقول لك تيقول لك ان 1958 لابي دي جان فوري بسكول دان لغرر اكس ميديسان اي كنفيدان دي روى دي ماروك محمد سيك ديوني دي ركتر دي كنترول صفحات دي سيدي داناري كاردياك لوردين أمراسيان سلوان لأفرسيان او رياليتي لأكملسيتي دي جان اي دوتر ميدسان ابوتي اي اي أسفكسي اش نبري يقول لكنا لكتاب لكتاب سيدي غاليك لانه هاد سيد هادا لكتاب لكتاب باكان هو تابيب ديال محمد الخامس بات هاد سميتو جيراق فوغي باكان هو تابيب ديال محمد الخامس لما لعني الحسن الثاني مشه قليهم بغير خلالهم انا غادين انا غادين قتل محمد او الا قتل او الا وانا ما عالشون قل Daleه وما شبا ولا ما عالشون نميتو مشهر له ولكل رخصكم يعني تعاونوني انكم تقولوا ان را بقتلتوش تقولوا انه يعني را мат في العملية رغم انه يعني ساعدو على خنق يعني محمد الخامس مات خنقا يقول بحيلا داروا ليم خدف ونيفو وشي حاجة باش قتله لكن اللي كي يقول لكم هنا يا أعين أسفيكسي يعني مات خنقا لأن محمد الخامس هنا في هاد الكتاب هل يقول أنه مات خنقا ويقول لهم الحسن التانية يقول ليم خذكم يعني تعاونوني باش ننشر هاد القادية ديال أن محمد الخامس مات في العملية وشنو دار هاد شنو دار الحسن التاني لهد بات هاد جيرار فوراي اللي هو جون فوراي شنو دار ليهوا ؟ هو الفرنسا صيفتو قال لي انت تي عندك الحق تحرك الفرنسا ولكن شد ليه مراته ولاده قال لي إلا مشيتي فضحدين ولا شي حاجة غاضي نصف لك ولادك ومراتك هدا هاد هو الشنطاج اللي دار محمد اللي دار الحسن التاني مع الأب ديال جيرار فوراي اللي هو كان الطبيب الشخصي ديال محمد الخامس اللي هو جون فوري وكيفش استطاع هاد جيرار فوري انه يخرج من المغرب يعني انه هرب من المغرب يعني هو كان ممنوعين من الخروج من المغرب هو الام ديالو وقال لك كان هو ادكاء واحد في الاخوة ديالو اللي انه فعلا قاب بالهرب الى فرنسا ومن بعد دكشي هنا فانت يعاود لاستوار اشنو قاع تيجو كاسدي هنا يا جون جون هو الكاتب جون هو الاب ديال جيرار فوري تيجو جون قانستي نيامو ان دوسيه كشه دينانسا دينانسا للاساسينا وركستره بار حسن 2 ويسير في سكري فرنسي يعني كان هنا كاتواتو بين الحسن تاني و المخابرات الفرنسية هما اللي قامو بيرتيل بيرتيل محمد الخامس اللي قامو بيرتالي جون قامو بيرتالي وقامو بيرتالي سيطره بيرتالي جون قامو بيرتالي قامو بrightك بيرتالي هذه الأول cheating اخignوقها السيقرة والله التالي سيطره محا derive ازعيش Oreo الانجن Amlage الانجن اللي محذير فوق الانجو anks الانج Anal انجرار المخز التي يظ Carry من أنسي المخز الانجن المغرب اللي كان هو الجنرال أوفقير أنا جنرال فوري كانت عندو علاقة مع زوجات الجنرال أوفقير محمد أوفقير patron درانسيونمون chef d'état-major et toutes les armées marocaines ministre de la défense à ce moment-là ministre de l'intérieur auprès de حسن II également tortionnaire notoire puissant les amants assédits de sa femme en les imasculant à la force de son poignée il apprend la relation de Gérard et sa femme en fait un affaire personnelle يعني كيفما كتعرفوا كيفما كيحكي هنا كيقولك أن الزوجة ديال فاطمة أوفقير اللي كان الزوجة ديال أخت الرجل في المغرب اللي كان يعني كيسيطر على المخابرات على وزارة الداخلية كان يسيطر على الجيش كان يسيطر على كل شي ورغم هاد السلطات كله كانت مراته كانت لعب عليه كانت عندها يعني كانت تخونه رغم كل هاد السلطات ورغم كل هاد القوة كانت زوجته تخونه فاطمة أوفقير كانت تخونه مع رجال آخرين وكان كي لما كان يحصل وإحسل شي واحد تخون شواء ذا وإحسل شي واحد مصاحب لي مع مراته يعني تيجو كيف يقل أو يقل أو يقل المشاعجة وهذا هو الواقع ديل هاد العائلة وديل هالنظام المغربي اللي يعني عند وحد المسيرة لمليئة بالدم والاجرام والاختفاءات والاختطافات يعني ولحد دي الان انا يعني كلم مكلمش المغاربة انا يعني الومهم لانهم لا يقرؤون الومهم لانهم لا يبحثون وخاصة واننا في عصرنا الحاضر يعني اصبحت اصبحت المعلومة متوفرة لجميع مادم ان عندك تليفون عندك كومبيوتر في الدار يعني يمكن لك تبحث يمكن لك تبحث على الحقيقة ما تحتاج مثلا تجي عندي انا يندير فيديو وتجي تبقى تلون فيه وتبقى تسيب فيه وتقول لي انتا خائن هذه حقائق تاريخية التاريخ ما كيتخطاش التاريخ ما كيتخباش التاريخ تعيامه تخبيه ولكن غد يجي واحد نهار اللي غد يخرج يعني شوفوا التاريخ دي لأي دولة التاريخ دي لأي شخص يعني تاريخ ما كيتخباش تاريخ واحد شي حاجة اللي كتبان مع الوقت يعني غير يعني غد تعيامه تخبيه ولكن غير واحد وقت يغتبان علش مثلا للشعب المغريبي علش مثلا للشباب المغريبي الطالبات التلاميذ الناس العام علش بخطاش تعرف هذا الواقع عادي علش ما يعرفوش ان العائلة العلوية اللي كتحتك من المغرب منذ زمن طويل هي عائلة مكونة من المجرمين يعني لا علاقة لهم بالرسول ولا علاقة لهم بالدل الإسلامي ولا علاقة لهم بأي شيء يعني هما يتخذون الدين كوسيلة لاستمراريتهم في المغرب وكوسيلة للسيطرة على العقول الضعيفة وعلى عقول المغاربة الذين يعني يؤمنون بالقدر والإيمان والإسلام وكذا وكذا يعني النظام المغربي كي يستغل هذه القضية مع مجموعة من المستشارين من علماء الدين مستشارين في علم النفس مستشارين في علم الاجتماع يعني كي يحاولوا كيفاش مثلا أنهم كيدرسوا كيفاش يبقوا مسيطرين على الشعب المغربي وكيف ما كتعرفوا أن المسيرة اللي عرفها الشعب المغربي مؤخرا اللي عرفها المغرب كتعرفوا هذ النتائج اللي كي ندبها في المغرب نتائج التخلف نتائج الأميال الجهل يعني التخلف في جميع المجالات يعني كل هذ شيء كان يعني كان مدروس وكان ماشي جا غير هكذاك يعني هذ شيء كان ممنهج يعني الحالة التي يعيشها المغرب حاليا هي ممنهجة والنظام المغربي قام بهندسة هذا الواقع التي يعيشها المغرب حاليا منذ زمن طويل يعني هي هندسة طويلة يعني هو واحد البلون الذي دارت العائلة الملكية لكي تبقى مسيطرة على الشهر المغربي بوحد طريقة وهي التجهيل وهي الأمية وهي كتخلي إنسان متخلف ولكن النظام المغربي والعائلة الملكية ما ضربوش الحساب أن واحد النهار غادي تختار واحد الحاجة اللي اسمتها لانترنت اللي يمكن الواحد يحصل بها على جميع المعلومات كيف ما بغاد تكون وهذا هو الخطأ وهذا هو السبب وهذا هو هدي الوسيلة اللي سيسقط بها النظام المغربي النظام المجرم والعائلة المجرمة بزعامة العائلة الملكية كلهم يعني من مالك ومن أمراء ومن عائلة العائلة العلاوية كلها يعني عائلة من المجرمين عائلة من الشواد عائلة من يعني حتى بعض الناس يكونوا مؤمن رغم لا يعرفون لا إيمان ولا إسلام ولا يعرفون أي شيء من هذا القبيل يعني هما كيستعملوا الإسلام كيستعملوا الدين غير للسيطرة على المغاربة ولكن في الحقه هما ما حتى شي علاقة شوفوا التاريخ ديالهم رجعوا للتاريخ ديالهم بلما رجعوا للتاريخ شوفهم دابا ايشنوا عايشين شوفوا العائلة الملكية كيفاش عيشها سوفوا بناء اخوة الملك كيفاش عيشاتك سوفوا شوفوا اخو المالك هدك اسمي تراشيد يعني مد من الكوكايين وقعت إحدى الفناطق في الإمارات أنه كان غيمتت أنه كان غيمتت سوفوا المالك شوفوا حياته كيفاش عيش لا علاقت لهمًا بالدين ولا مععلقة في انهم أذكاء هما أدكية ولكن ليس غير هما أدكية ولكن المنظومة الحاكمة في المغرب يعني كلها متافقة على هذه القادية يعني حاقين العائلة الملكية الماء اللي عايشين فابور ما كيخدموا موالوا عايشين بحل الحمير عاطين على الماكلة والمسارية وذلك شيء ولكن شكوله كيخلصهم كيتخلصهم الشعب المغربي المغرب كيخلصهم كل شيء ويساعدون لهم رجال الدين والجنرالات والمسؤولين بالأمن يعني كلهم يستفدون من هذه الوضعيات اللي كانت حاليا في المغرب ووخما عشانو يدير الملك يسكتو عليه ووخما عشانو يدير الملك يغطيو عليه يقدروا قتلوا و يقدروا يدبحوا لكي تبقى العائلة الملكية حكم المغرب لأنهم يستفيدون كثير من وجود هذه العائلة وهذا هو شخص يتفضح لأنه يتعرف أهلاً لأنها سهرة الأمير المؤمنين لأنه يدخلوا وخوك هكذا بأنه لا يasons أن يسألون هذا إذا كان لديمقراطية، حرية، حقوق، كرامة، مدارس، مستشفايات، تغطية اجتماعية، الشوماج هذا كله ممكن في المغرب لأن المغرب ليست دولة فقيرة ولكن بوجود هذه العائلة هذا الشيء يجب أن يعيش المغرب ويعيش القحط وتصوروا أن المغرب دولة غنية والشعب ديالي يعيشوا الفقر ويعيشوا الجوع كتشوفوا المغربة كلهم بغوا يخرجوا وبغاربة كلهم بغوا يحرقوا والنظام قالس كيقتل فيهم وقالسي عدب فيهم وقالسي يقلسيهم على القراعي يعني ما من دولة هذه المغربة التي تخرجوا وكتقولوا أنت شبغيت بهاد شيء وعشك تفضحوك الدير واصر ربي فاضحك أنت لقد تقول لي أنا كنفضح رقمتك ربي فاضحك قبل ما تجي تكتب لي أنت على شك تفضحوه وشنو بغي من هذا الشيء أش بغي من هذا الشيء بغي نطاقه وبحالك وبحال النظام بغي نشيه في حالاته يتحكمه ويتعدمه إذا كان ساعدت الظروف وعادوا كلك يتعلموا بملكية الدستورية وكذا 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 كيف ملكية دستورية في عائلة مجريمة؟ أش من المعلمين ستسمح؟ كيف ستسمح يصدقوا من دم المغاربة منذ ستين، وقالوا أكثر من شحال من عام؟ وشحال مغاربة ماتوا بسبب؟ وشحال قتلوا مغاربة وشحال قتلوا للشباب؟ وشحال قتلوا للنساء وشحال قتلوا للأطفال؟ ولي حتى الآن ما زال يمارسوا السياسة الإجرامية ديالهم؟ وكذينتوا قلوا ندعو ديك اللقاء دي الله وعم سلف وندعو ملكي دستورية ما بغي ناج ملكي دستورية الشعب مغربي راه شعب ناضج شعب قاري شعب واعي عندنا مفكيرين عندنا اساتيدة عندنا علماء عندنا باحثين يعني علش كينا غير هاد العائلة ونشدين ديك اللعبات ديك الخرافة دي لانا المالك راه هوسب الاستقرار في المغرب هادك راه خرافة راه تحاجر نكتها دي راه مقاة شواك لا تقصد قوة شعب إلى القيامة برغب أزمن أسوا ببطئي تم غير صراع فعش لGod سيependوات نجد الكوة loans كلين مرة على الشعب مسحة كم المغرب سركوا صراع أو محافظ على الوحيد مؤ memories يجب أن تقتل أبناء الشعر المغربي وكيف تحافظوا عليها وكيف يكون لكتبقاها إستقرار؟ أمي من الاستقرار في الوضع؟ كيف هي الاستقرار في الوضع الحالي في المغرب؟ بماذا تفصيلون هذا الاستقرار؟ بالفقر، بالجوع، بالأمراض، بالدعارة، بالبيضوفيلية كيف تسميه الاستقرار؟ استقرار عدد كتف وارتفاع الجريمة كيف سميته حتى البوليس اللي خارج لكي يتشكاو رجال الامن اللي خارج لكي يتشكاو خارج لكي تفضحو رجال الامن اللي هما كي يشاركوا في اللعبة ديال النظام القادر رجال في الامن خارج لكي يفضحو المجرمين ديال الامن الحقيقيين يبقى من دولة هادية المغرب يحسو انقلاب مغرب يحسو نظام جديد المغرب يحسو التغيير لما كانت تغييره لما كانت تغييره لما كانت السراع لا يمكن ان تقدمه أرخصنا الناس في البرنامه لأنه يدابزوا ويدافعوا الأفكار لهم ويشوفوا الناس ينتخبوا الناس الذين يحققوا لهم الأحلام لهم أخذ ذلك الأحلام لم تتحقق 100% ولكن إذا جاء شخص واحد يحقق له مثلا غير 25% من الأمنية سترى كافي ويجاء شخص واحد آخر من بعد 4 سنة يحقق 25% الأخرى لأن البرنامه يحقق بالأميين والإنتهازيين والشفارة والحرام والقمارة والمافيا ما من الحكومة والحكومة؟ ما من الحكومة لدينا الناس يقول لهم الأمن؟ ما من الأمن يكون في المغرب؟ الأخوة الذي يريد أن يقرأ هذا الكتاب هو متوفر في أمازون أنا أتماديت الكثير فيها أول الكتاب هو فاطال كونفيونس لا يريد أن تصل إلى مغضو محمد سينك كونف أمازون يريد أن يقرأ هذا الكتاب سبعة أورو سبعة وثلاثين أورو يعني كتاب مهم جدا أكبر عدد من الناس أن يقرأوا هذا الكتاب هذا للمشير الحقيقة النظام المغربي حقيقة الحقيقة الحقيقة للمؤرخ المملكة والحسن الرئيس يقدس الله روحه وأمير المؤمنين وأمير المجرمين هذا الأمر لا يجد أن يسمع هذا الكتاب كنت أمنا القرأوا الكتاب لإقرأوا الكتاب كان أمنا بعض الإخوان يقرأه ويأتوا يقولون لماذا نقرأه فيه يعني نقضروا الحقيقة Morgan هذا جاء في هذا الكتاب وقدروا النقش حتى الكتاب الآخر ولكن من بعد إن شاء الله يلا تبرك عليكم وإلى موضوع آخر والسلام عليكم